شغفك اليوم يحتاج إلى إدارة يحتاج إلى إدارة جميل كما أن وقتك أنا لا أتفق على إدارة الوقت على فكرة لكن أتفق على تنظيم الوقت جميل وقتنا اليوم يحتاج تنظيم لأنه سيدار سيدار بك أو بغيرك لكن شغفك يحتاج إلى إدارة جميل لأن في البداية والنهاية من يكتشف الشغف هو أنت من يوجه الشغف لو لخصناها في أربعة نقاط إدارة شغفك تكون كالتالي أولاً بعد ما تكتشف في التمرين اللي سونا قبل قليل تدخل إلى مرحلة التطوير ومرحلة التطوير أول مرحلة في تطوير شغفك أن تتخلص من المعوقات أرأيت ذلك الذي يقول لنفسه أخي أنور أنا لا أحسن القراءة أنا لا يمكن أن أعمل كذا أنا لا يمكن أن أكون طالباً متميزاً أنا لا يمكن أن أكون معلماً مثلاً متميزاً في مدرستي ليست هذه معوقات لشغفه؟ نعم تعوق شغفه بالداخل لأنه يرسل رسائل سلبية إلى داخله خطورة الرسائل السلبية ما هي أستاذ أنور؟ والجميع خطوة الرسائل السلبية أخي المشاهد والمشاهدة أن اليوم تتحول إلى ماذا؟ إلى معوقات وهمية لا أستطيع لا أقدر لأنه فتح البوابة في البداية ما وضع فلاتر إذا صح التعبير أو مرشحات حتى لا تدخل هذه الرسائل السلبية ومن أقوى الرسائل السلبية على الإنسان هي رسائله لنفسه لأن المشكلة أنها تتحول بعدين تصبح معدية تحول لمن حولها إذن قلنا امنع الرسائل السلبية حتى تمنع المعوقات إلى الآن من تهينا في المرحلة الثانية المهمة جداً لأنه ينزل من تبلاء ونحذر منها أن تتحول هذه المعوقات إلى افتراضات خاطئة أنا كذا أنا ما أقدر أنا ما أستطيع جربنا فلم نحاول ولذلك نجد بعض المخترعين كما نعرف في حياة لو نقرأ سير المخترعين بشكل سريع بدون تحديد أسماء أو كذا نجد أنهم لا يستسلمون أبداً للفشل وهذه على فكرة من أكبر رافعات ومساعدات ومسرعات الشغف المثمر التي تستسلم للفشل تماماً الفشل هذا آخر شريطين إذن قلنا اليوم اكتشاف وتطوير وانظر لها بأنها استثمار وفي نقطة مهمة جداً جداً تتعلق أيضاً بإدارة شغفك ألا وهي الصيانة أن تصين هذا الشغف تحسين المستمر لهذا الشغف المراجعة القراءة على سبيل المثال قراءة السيارة الذاتية هذه نوع من أنواع صيانة شغفك تمام؟ إذن تعتقد لا تستطيع اقرأ سيرة هذاك اللي كان عنده لربما مستوى تعليمي أقل منك ونجح وماشاء الله تفوق أكثر منك ليه؟ لأنه وظف ووجه شغفه بالتوجيه جميل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر